السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بفيديو شرح الرونز الجديدة بفيديو ثاني لشرح الرونز الجديدة او بالاصح الرابع لشرح الرونز الجديدة تكلمنا عن اليوم حنتكلم عن الرزولف من اسمها يعني زي الماستر القديمة اللي كان اسمها رزولف مسؤوليتها او يعني ثلاث ارباع الرونز اللي فيها يعني مخصوصة للدورابيليتي يعني استحمل الضرب ويعيش كثير كراود كنترول اللي هي السي سيز اللي هي الاستان التبطي السلوز اللي على الطير احد على فوق هذي يسموها كراود كنترولز فحاولوا يا شباب المصطلحات هذي يعني كل يوم بنجيب كلا مصطلح جديدة وبنشرحها وبنحاول نفاهمها على اساس خلاص تبقى معاك في بالك لانه ما لها ترجمة بكل بساطة بس وسلامتكم بكل الحالات الرزولف نخش فيها على طول اول شي ضروري في الرزولف اول شي مهم من يوم ما تختارها 3 حقه الرزولف اي سيكندري تاخدها حتيعطيك بيش تات اللي هي المئة وثلاثين هلث من يوم ما تاخد الرزولف هتاخد مئة وثلاثين هلث ما يفرق ايش السكندري حقتك على اساس ان خط برايمري او الخطة الاساسية خطه رزولف الخطة الثانوية دايما هيعطيك اللي هي المئة وثلاثين هلث وهذا اللي خلى ثلاثة ارباع زي 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 شوية او بي حاليا لانه من بداية قبل الجيم صار يزيد هلثه بس بس لو اخد رزولف هيزيد هلثه مئة وثلاثين ومئة وثلاثين يعني ما بين عشر وعشرين في المية هلث زيادة لحسب الشامبيون اللي بتلعبه بس عامة طبعا الكون انك انت تاخد رزولف برايمري او سكندري سكندري ممكن ياخدها اي رولي ال اي دي سي ممكن ياخدها او لو يبばい العب يعمل السابورت ممكن ياخدها لو لا��들 اخدها او برايمري فا كن عشبها برايمري الخطة الاساسي سكندري الخطة الثالري او في كل الحالات ال� heights ها غير انها ضيف مية وثلاثين هلث ال keystones الأساسية حقتها التلاتة هذي اللي هي grasp of the undying aftershock وجاردين grasp of the undying نفس grasp of the undying القديمة الفرق اللي بينها وبينها القديم انه ولله الاستاتس حقتها اعلى هادي كل أربع ثواني every four seconds in combat ضروري in combat لازم تكون في مضاربة مش بره مضاربة بس انت تمشي ما تسوي شي وطبعا كيف تدخل in combat من يوم ما تضرب منين من يوم ما تضرب tower من يوم ما تضرب champion هادي عارة تلدخل ال combat اذا كنت support وسويت shield ولا هي اللي خويك ما يدخل ال combat يا شباب فلازم نعرف الشيء هذا أهم شيء في ال combat انه انت سويت damage ولا اخذ damage ما يفرق على مين انه سويت damage على minion انت في combat سويت damage على champion انت في combat فضروري عشان تستكها زي الناس اللي وادم سواء انت بتلعب بوت ولا بتلعب في support لازم تكون في combat اوكي وهذا شيء ضروري تاني يعني تعتمد على فقط هذا يش يقول يعني تنفع لدرعة اربعة على ال champions اللي عندهم اللي يعتمدوا على او يعتمدوا على تعتبر زي مين زي زي حق ناسوس زي الكيو حق الصلاة النبي اللي هو زي 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 كل هذول اللي يعتمدوا عليها فكل اربع ثواني الجي هتسوي bonus damage زيادة طبعا كل ما زاد الهلث حقك كل ما زاد الدامج حقك وهذا يتنفع قدام التانيسي عامة وتهيلك في نفس الوقت لتنين في المية فتضرب ضربة جامدة وتهييل وبعدين يزود الهلث حقك خمسة طبعا تزود الهلث حقك خمسة لو انت سويتها كل أربع ثواني هذا معنا يقول طبعا مرة متازة في لانه تعطيك مطبيعي يعني تخليك تعيش ترجع لك هلث مرة كثير تضرب تسوي ترجع هلث تضرب تسوي ترجع هلث وهكذا وفكرة انه تقول لك تسوي وهذا اللي انا انا اعجبني 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 تضرب باللي نقفز بالزت تعلمك هذي الرون اللي اللي بيلعب هذي الرون الرون هذي حتجبره عشان اذا بيستخدمها كويس حتجبره انه يسوي لانه لو ما سوى ما حيستفيد منها لو ما استفيد منها ضيع عليه كثير ضيع عليه ميزات كثيرة كان مفرض يسويها تلعب طبعا ليش قلت لانه تقريبا هذي انا عارف عالم كثير بتلعب قانك بلانك اللي هو الكربتو مانسي عشان نرجع الغولد زيادة بس كماستري او كرون قانك بلانك احسن 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 رون او احسن كيستون عليه هذي ليش لانه يسوي اوتو على المينيون يروح يسوي كيو على الشامبيون تشتغل يروح يسوي اوتو على المينيون يسوي كيو على الشامبيون لانه الكيو سيف فالشامبيون زي كذا اللي مرة سهل تسوي البروك فيها على مرة حيستفيدوا مرة كثير وهذا حيخلي يعني إيش مشكلة مشكلة إنه تقريبا عشانه سكوشي في البداية ما يقدر يعيش في الليينيك فيس هذا يعطته اللي يحتاجها عشان يعيش في الليينيك فيس وزي ما قلت الميزة حقتها أكثر في الليينيك فيس في التيم فايتس إيش حتسوي حتروح تضرب واحد دربتلكم ضربتين حتستفيد منها مرة واحدة في خلال أربعة ثواني إذا كانت التيم فايت طويلة ممكن تستفيد منها كذا فايدة بس الفكرة منها إنه تبغى تستك الهلث حقك قد ما تقدر على أساس لما تجي التيم فايتس حقتك أنت تكون جاهز في كل الحالات تسوي دامج زيادة ترجع لك هلث وتزود لك الهلث حقك لخمسة طبعا لو تسويت رينج شامبيون فأشي كده ما ينصح بها تستغل على رينج شامبيونز بس ما ينصح فيها على الرينج شامبيونز عامة كليبتو مانسي كويسة على لأنه بانك بلانك بس ما يستفيد منها الفائدة الكبيرة زي ما يستفيد منها على لأنه الستاتس اللي حجيله من عشان الهلث يعني احسن في كليبتو مانسي الميزة اللي فيها انه تجيب جولد تجيب ايتم بسرعة حاليا في في الباتش هذا اللي هو 7.22 امكن كليبتو مانسي احسن شوية لأنه الجيم بيخلص في أقل من 20 دقيقة وانت تبقى تجمع جولد بسرعة سريعة بس عامة غانج بلانك كشامبيون ما هو ايرلي جيم شامبيون ليت جيم شامبيون والتيم كومبزيشن حقه ولا البروغريشن حقه انه ويوصل لليت جيم ويكون باورهورس سواء بروزر يسوي دامج يعني بروزر وفي نفس الوقت يسوي دامج ما يموت كثير لأنه يضطر يدخل في وسطة الزحمة عشان يسوي ولا مش شرط يعني بيلعب اذا لاعب بالبارل زي الناس ولا قوادم ما يحتاج بس عشان يسوي غانج بلانك كراسبوف دا ان داينغ حيري جالي فيلم طبعا غراسبوف دا ان داينغ تنفع على اي شامبيون طوب لين يعتمد على واتو اتاكس و و ابغى اقول سابورت ممكن بس سابورت عشان فيه افتر شوك احسن عليهم يعني زي ليونة غراسبوف دا ان داينغ تنفع بس افتر شوك افضل بكل الحالات ما اشوف ما اشوف اي احد غراسبوف دا ان داينغ تكون ممتازة عليه اكثر من التوب اوكي الجنغلز ايش تستفيد من غراسبوف دا ان داينغ ما تستفيد منها ولا شي يعني ما تقرى تستكها يعني ما تقرى تستكها لما تروح تضرب شامبيون والفكرة فيها لازم تضرب شامبيون كل اربع ثواني كيف هتضرب شامبيون كل اربع ثواني ما هتقدر في الجنغل فاحسن شي توب في حالات محددة بسيطة يمكن في 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 السابورت يعني شفنا قبل كذا بروم وليونة وناتالوس بس ياخدوا بس ما عشان يسوي دامج زيادة بس دحين صار فيه افتر شوك افتر شوك تسوي دامج اكثر في كل الحالات اه ال افتر شوك اه افتر اموبلايزين ان انيمي تشامبيون انكريز ارمر ان ماجي باي تونتي وثيرتي برسنت دين اكس بل دامج بلا بلا فهادي افتر اموبلايزين بعد ما تسوي اموبلايز ايش هي انا يعني عاولت اجيبها كلها هنا دخلنا على اللي هو وطلعنا اموبلايزيشن افكت كلها ايربورن طلعت واحد فوق سويت له روت زي الفير والشارم والتانت كلها تلحسب الروت والسنير اه السن على التي حقت اه اش اسمه على التي حقت صلاتي عن النبي اه ووروك الالتي حقت ما الزهار مو انه ما الزهار تاخد عليه يعني تاخد عليه الهادي بس الفكرة انه هادي الابلتيز كلها هادي تعتبر اموبلايزيشن يعني في كل يعني معناها والله تشتغل على كل اللي اه عندهم اي نوع من انواع على السن والسن اهم شي انه توقفوا على الحركة عامة اه ايش تسوي لما تسوي ستن لواحد بعد ما تسوي ويجيك ارمر عشرين وماجيك سوري زائد يزود الماجيك والارمر الماجيك حقك عشرين زائد ثلاثين في المية من من البيس حقك في ثانية ونص ايش معناها معناها بعد ما تخش دخلت سويت انت مرة تانكي تقر تعيش وفي نفس الوقت بعد ما توصل تضرب دامج يعني من اربعين لمية واربعين اوكي كويس بس عشان الكولداون مرة عالي يعتبر كولداون يعني عشان عشرين ثاني يعني كل عشرين ثاني تقل تسوي اربعين دامج في ليبل وان ويتش ماهو بطال وهذه اللي مخلية اليون ادحين the opeest champion البطلين عشان الافتر شوك عشان انها مستحيل تموت عندها مية وثلاثين هلث عشان اخذت الريزولت وفي نفس الوقت بعد ما تخش اول اي حقتها تسوي انسنير تسوي روت وال كيو حقتها تسوي ستن فيجيها عشرين ماجي كريزيست وارمر وتستغل الدبلي في نفس الوقت مستحيل تقتلها مستحيل فلما تدخل الدخل هذي الدامج اللي سوية مرة كبيرة عشان الدامج اللي يصير من الافتر شوك بلس انه ما تقل تقتلها ولا تقل تسوي اول شي ف بيخلي شوي او فلو انت بتلعب حاليا ليونا لازم تحط في بالك انه ما تقل استخدم الافتر شوك لكل عشرين ثانيا مين يستخدم افتر شوك ثانيا برضو في التوب لين ممكن تلعب بافتر شوك لو اخذ تانكي تانكي توب لانه دائما الدامج اللي تسوي كل ما زاد الدامج زيادة وكل ما زاد الماجيك رزيس والارمر حقك يزيد التانكي حقك زيادة فمو ميكس نو سنس يعني ما في اي منطق انه انت تاخد تاخد على تشامبين سكوشي يعني تشامبين ما عنده ما عنده ممكن تاخد على ناتلوس على موكاي على كل الشامبين هذول اللي يتمدوا على لانه يديك الدامج الزيادة موكاي تخش تسوي 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 تانكي تضرب تسوي دامج مو طبيعي صاهم فهتطلع بتريد مرة كويسة طبعا عشان موكاي عنده سستين كويس من حقك ويمكن ما ينحتاج بس في حالات إذا كان اللي قدامك والله ما هو اي دي يعني رينج امكن احسن عشان ترجي هالزيادة فأنت يعتمد هذي الاثنين كلها تشتغل يعني تشتغل على ثلاثة اربع الناس وهذا اللي خلاني خلاني بساطة من يعني يعني مو زي الرونز التانية دايما الرونز التانية في شي ينفع على حاجة اكتر من حاجة او في شي ينفع دايما هنا لا هنا هذا ينفع على حسب الافترشوك تنفع والله لو عندك قدامك ميلي كويس تقدر تضارب مع تسوي تعتمد على تعتمد على حقتك هذي اذا كان اللي قدامك تبغى ترجع مرة كثير ولا خايف من بعد كده عندنا الغاردين الغاردين لازم نتكلم عنها لانه الكلام اللي مكتوب فيها في التولتيب ما هو مزبوط 100% للأسف يعني ما شرحوها شرح كويس فشرحوها بره احسن يقول لما تكون جنب واحد طبعا 175 يونت كأنه تيمو تيمو 2 تيمو ونص يعني في واحد بينك وبين وبين 2 تيمو ونص أقل من الوتواتاك الوتواتاك ترى 550 لما تكون ملي ما بين 175 يعني في الوتواتاك حقك لازم يكون جنبك فلو كان جنبك يعني بروم سوا جنب علي عشان نجالس جنبي فلما يكون واحد جنبك 175 يونت اي او اي دامج يجيني او يجي او التاني او يجي التانك او التاني حيديكم الاثنين شيلد ما بين 60 ل150 على حسب الليفل زائد شوية ريشيو اللي هو بونس هلث الطريقة الثانية طبعا بعدها كمان موفمين سبيد الثانية ونص اللي هو فتنفع اي دي سي سويت جمب ان برام سوى جمب علي اخدنا دامج جانا شيلد زيادة وجاتنا موفمين سبيد يا نرجع ري ورا الناس يا نرجع على ورا عشان نشرت فكل الحالات تنفع والحالة التانية اللي هي ما هي مكتوبة هنا وما هي واضحة تنفع على اي شامبيون يعطيك هيلد ولا شيلد طبعا ام انا بغنفرق بين هيلد وشيلد لانه هيل وشيلد او الهيل انواع في هيل وفي هيل اوتوماتيكلي تارجيت وحنتكلم عنها بعد شوية فهذي ما يفرق فين انت الرينج فجاني سوراكة سوراكة سوى الهيل بالالتي حقته من البيس يشغل القارديان جاني سوراكة من ورايا رمالي الهيل يشغل يشغل القارديان جاني ثريش رمى الدبل يو حقته علي يشغل القارديان جاتني كارما جاتني جانا تشغل الدبل جاتني سورا ما تشغل القارديان ليش لانه لو نروح على قارديان هنقرأ يقول لك هذا يعرفينا الحالة التانية ايش يعني انواع تارجتت او انواع الابلتيز اللي هي تهيل ولا تسوي شيلد نوعين واحدة يسموها يونت تارجت والتانية يسويها اوتو تارجت سونا وانت ماشي تضرب الكيو ولا تضرب الدبل الدبل بنفسها هتختار فين تروح هذي ما تشغل القارديان يا شباب اللي انت تختار الادم بيدك وتحط فوقه هذي تشغل القارديان راهمين يونت تارجت هذي ها يعني جانا الجانا زكيو الجانا زي النونو بلاد بويل تشتغل النيدل الهيل تشتغل الجانا اي اي تشتغل كارما تشتغل وهكذا اوكي التاريكس بس الاوتو تارجت زي سونا السونا اللي هي الكيو ولا ال اي ولا ال دبل ما تشغل يا شباب اوكي فنفرق قارديان ما تشتغل على تشامبيان الا اذا كانت يونت تارجت يعني انت تختار تشامبيان انت تحط فوقه الابلتي انت وانت ماشي سويت الابلتي جات في ما تنحسب عشان كذا يمكن الالتي حق الجانا يمكن ما تنحسب برضو فاهمين عطين فعلا يمكن الالتي حق السراكة برضو ما تشتغل بس الهيل حق السراكة اللي تختار تشتغل هذه لازم اتأكد منها انا اللي باقي اتأكد منها الى الآن من يعرف يعني اللي من يمتأكد منها الالتي حق السراكة والالتي حق الجانا بس الباقي يشتغل لانه عاملين يعني شوفوا هنا الو حق لانه انت ما تختار الادم انت ترميها في الارض عسبوها تنحسب وفي حاجات حيضيفوها بعدين حنتأكد اشي بس عامة لازم يونيت تارجيت الوين الوين ف افترش القارديان ينفعل مين على كل الشامبيون اللي ذكرناهم الا سونا ينفعل ثريش مرة كويس ينفعل برام مرة كويس ينفعل ليونا بس ليونا اكشري ليونا لا بلاش انا اسف ليونا اللي نتسوي ايه تبعد عن الشامبيون حقها وما تديك شيلد ولازم ترجع جنبك عشان تديك ايا برام عشان الجنب حقته اللي هو ام تشتغل ايه الكارما بكل انواعها بلات بويل زي ما قلنا في القارديان مرة كويسة اذا كانت لعب نونو مين كمان تانين ما هدري مين فوق يلعب بيها فلانها ما تفيدك في اللينينج فيز نهائيا فما تاخدها توب جنقل ام ما تاخدها سجواني وراموس حيلعبوا بأفتر شوك ما فيها كلام يعني مرة لكرتيف انهم يضيعوها ما ياخدوها فهادي دايما 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 اهم جنقل هادي تاخدها عليه اللي هو اش اسمه اسمه هداك الشجرة ايفرن تانكيو ايفرن هادي جدا ممتاز عليها عشان الشيلد اللي يطي فنقول تنفع عليهم مرة كويس مورغانا عليها كويس بس مورغانا يفضل تلعبها بالسوسري بدل ما تلعبها بالريزولد عامة عشان تسوي بوك وتسوي الدامج حقها لانو بوك شامبيون اكثر من انها اه جارديان و هلث شامبيون بس عامة ايفرن يمكن الوحيد ايفرن و نونو الوحيدين اللي في الجنقل او نو اكتن زاوتو بتروح له ام بريسجن تري اصلا ما تبتروح له رزولف ما تروح تانكي عليها اصلا ولا ما تلعبوا بكل الحالات افتر شوك تقريبا دائما الخيار الامثل نروح على الليلة الثانية عندنا انفلنشين و عندنا ديموليش و عندنا فونتوف لايف انفلنشين افتر كاستن اسامنر سبل جين ففتين برسنت تناسة بعد ما تسوي اي سامنر سبل سواء فلاش هيل تليبورت اه سمايت طبعا سمايت هنتكلم عليها بالمخصص لانه انفلنشين السمايت ما تشتغل اه تشتغل يعني اول ما تسوي السامنر سبل هيجيك خمستاشر في المية تناسة عن رزيستنس عشرة ثواني بعد كده لو اي شي على كول داون هيجيك عشرة في المية تناسة عن سلو رزيستنس يعني لو استخدمت هيل وفلاش هيجيك عشرة ثواني خمستاشر في المية تناسة وفي نفس الوقت عشان هيل وفلاش في كول داون هيجيك عشرة في المية عشرة في المية مرتين يعني ممكن يجيك خمستاشر في المية رزيستنس زائد عشرة زائد عشرة يعني خمسة وتلاتين في المية تناسة تناسة هنتحدثي نتكلم عليها شوية لانه ملتبليكيتف هتصير واحد وثلاثين في المئة تناشتي تقريباً وخمسة وثلاثين في المئة رزيستنس آآ سلو رزيستنس بعد بعد ما تستخدم كل لو كانت كل السمونة لس حقه تاكداون انفلنشين برضو دخلنا فيها على لول ويكي لأنه فيها حاجة برضو مخصوصة لازم نعرفها أول شيء خمسة وثلاثين في المئة سلو بعد ما تسوي عارفين السميت ما يشتغل الباسيف الثاني الباسيف ما تقولوله تشتغل لما تضغط سميت يعني تنفع في الجنجل حلوين إذا أنت جنجل تسوي سميت هتأخذ عشرة في المئة آآ خمسة عشرة في المئة ماجيك رزيست و سلو رزيستنس بس متى تكون سميت كولداون لما تخلص يعني أنت لما تسوي سميت تروح خمسة عشرة في المئة خمسة عشرة ثانية كولداون بعدين سميتها الثانية فيه لأنه فيه تشتغل في الخمسة عشرة ثانية الفاضية أو لو استخدمت الشارجين كلها اوكي فلو سميت سميت هتأخذ لك العشرة ثوانية بس بعدين ترجع ما تشتغل ما تأخذ الباسيف الثاني اللي هو يوقين عشرة في المئة زيادة لما يكون اسمنا ستسبل الان كولداون تكون الكولداون بس لما تكون بين التشارجات أو خلصت التشارجات كلها حلوين؟ حلوين الغين حق طبعا هذا نبقى هذا اللي اشرحها هذي صعب كثير ناس يفهموها بس هوبفل انا هقولها واللي فهمها واللي ما فهمها بعدين في المستقبل حنسوي شرح يشرح الفروقات بين الادشن والمالتبليكيتف استاكس نتكلم عنها بعدين في كل الحالة الفكرة في الباسيف هذي لو سويت واحدة سمنار حيجيك 15% تناستي و 15% سلو رزيست السلو رزيست هذا لو ما في السمنار على اثنين كلهم ونكولداون هيصير يعني السلو رزيستنس هيجيد لك 15 زايد 10 زايد 10 هلوين؟ فهتصير 35 التناستي ما تشتغل تشتغل المالتبليكيتف المالتبليكيتف اللي هو بالضرب عامة ما حتكون 15% ضرب 10% ضرب 10% هي نفس الفكرة 15% نقلبها 85 ضرب 90 ضرب 90 وحتصير 31% اللي حتعطيكيها فما تجمع في لها فورميلا محددة فحط في بالك انه الماجيك رزيست اللي هيجيك 31% تقريبا والسلو رزيستنس اللي هيجيك 35% طبعا كلنا عارفين ايش ايش التناستي تسوي التناستي تنقص التايم حق حق الستانز والنوكاب موش النوكاب السلو رزيستنس ينقص التايم حق السلو موش الات اوتو اتاك سلو مع انه في ناس بيقولوا ايمكن تشتغل على اوتو اتاك سلو ما لقيت في اي مكان يقول انه اوتو اتاك سلو ابلايز اللي ابلايز السلو يعني لولو سواتلي الكيو سواتلي السلو لما سواتلي السلو السلو ديوريشن حقاتي نقص طبعا لما يكون عندي 35% سلو رزيستنس حينقص السلو حقي بحوالي ام 35% السلو الثانية هتصير مفاصلة 7-5 وحفوك عام 7-6 او 6-5 وحفوك وهكذا بكل الحالات كويسة وتنفع لمين الجنغلرز مرة كويسين عليهم بالزات الجنغلرز اللي 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 اللعب ايريليا مسلا ايريليا العبها بش اسمه بترايمف وكوب دي غريس احسن لي و لو ابغالعبها في جنغل ممكن يعني الجنغلز اللي هما شوية طبعا ما يفريك تانكي ولا مو تانكي ام الجنغلرز يمكن اللي ما عندهم جانك كويس على اساس ما يقدر عشان يوصل الادم اللي يسوي له كايت ممكن بس صراحة ما شفت شامبيونز يستخدموا انفلنشينج مرة ممتازة حاليا لانه في خيارات تانية احسن الديموليش والفونت اف لايف ام ممكن في الجنغل احسن يعني الى الان صراحة ما شفت جنغل يفضلها الديموليش في السابورت لو في سابورت رايح ريزولف تري كاملة برضو في عنده خيارين انفلنشينج ولا الديموليش احسن اذا كان شوية تانكي ممكن الانفلنشينج على اساس والله يبغى يمشي ورا واحد وما يبغى يوقف ويصير كمية التانكينس وانه يلصق في الادم اللي وراه مرة كويسة راموس ممكن بس راموس يمكن افضل لديموليش حنتكلم على ديموليش بعد شوية بس بكل الحالات اذا انت تبغى تلعب شامبيون تبغى تجري ورا الناس ما تبغى مجروا منك ويبعدوا عنك ترى انفلنشينج مرة ممتازة يمكن في التوب نقول لا ديموليش احسن على ترندل بكل الحالات بصراحة ما في نشوف ان شاء الله لما نسوي الفيديو هاده مرة ثانية بعد شهرين نرجع نعيد نشوف والله من يختارها كثير وتنفع عليه مرة كويس بكل الحالات عندنا بعدين لو تيجي جمب تاور جمب التاور تشوفوا ده حين كريستالات صغيرة تحت التاور تسوي تشارج واحد اثنين ثلاثة أربع عزن بعد أربع ثواني لو ضربت التاك التاك هادي تسوي دامج زيادة على التاور مية وخمسة وعشرين زاية ثلاثين في المية يعني كل ما كنت تانكي زيادة كل ما سويت دامج زيادة أحسن طبعا فكرة فيها الكلداون حقها خمسة واربعين ثانية طبعا في ناس ده حين مرة خربان مرة مرة خربان ديموليش لازم يسوي لتعديل لانه فيها مو بق طبعا هما ما توقعوا الناس يسوي زي كده في اثنين تانكس يروح ويكبر نفسه بقارجويل ويروح جمب التاور يضرب أم التاور يشيل تسو مية من هلتو ولا ستمية من هلتو بضربة واحدة شوفنا الكلام هذا برضو في في تركتو جي بيسوي شوفنا الكلام هذا في تشامبيونز كده اثنين تانكي تشامبيونز يشيروا التاور أكثر من الناس اللي هما الدامج جديد وهذا اكيد حيشير لها ريبالانس ويصح يحوها طبعا الديموليش حتشير مرة كويسة طبعا لو بلعب معي سابورت تانكي الديموليش أحسن من الفونتف لايف لانه لو معي ليونة يقدر يخليني اشيل فيرس بلد كويس ودائما احنا في الجيم هذا الفيرس بلد تاور يساعد مرة كثير والديموليش تساعدك تاخد الفيرس بلد بطريقة مطبيعية ولو الجنقلر كمان اخد ديموليش الديموليش يستكو فوق بعد يا شابين يعني لو في اثنين عندهم ديموليش الدامج يتدبل هذا اللي فهمته هذا اللي شفته هذا اللي قريته هذا ما ادري عده هو مقصود ولا هو خربان حيصليحوه بس حاليا بوضعها الحالي اثنين ناس عندهم ديموليش تستكى الدامج ثلاثة عندهم تستكى الدامج فتروحوا تروحوا تسووا الدامج مطبيع لازم تكون قريب من التاور طبعا لما تطلع من الرينج حق التاور يبدأ انقص الستاكس هذي حبا حبا في كل الحالات 45 ثانية ديموليش تنفع في الفايفز يعني ممكن موفيش تساولو كيو هنشوف جنقلرز كتير ياخدوها بالزات في LCS اتوقع انه في ناس هياخد جنقلرز ياخدوا ديموليش عشان يقدر يشيروا في فرس بلاد تاور بسرعة عشان يدوا 700 جولد للناس كلها في كل الحالات الدامج اللي تسويه يعتمد على الماكس الرحقك زائد 125 بلاد ثانية بعد كدا عندنا تسوي له او سوري تسويه له اي حاجه تغير حقته هيصير عليه زي المارك أي أحد يضربه حيهيل فإنت أليستر عشان كده قد أقول لكم الفونتوب لايف يمكن تنفع عليهم أكثر من الدمولش ليه؟ لأنه يجي يسوي ضربة الضربة هادة تسوي مارك الادس يقوم يضربه يقوم يرجيه طبعا تانكس الجنغلز والتوبس دفنتلي 100% نفضل الدمولش عليهم لأنه إذا كنت توبت وإنت كتانك ما تقلت شيل تور بسرعة فهذه حتى تساعدك فلا أشوف أكتب ما أخذ لي فونتوب لايف فونتوب لايف نبغاك دايما جمع الناس لأنه لأنه هادي انفلنشين لانيج فيز ممكن تيمفايت فيز الفونتوب لايف تستفيد منها قرون فاكديني شايفون تكلم عن الرونز قلنا في رونز أفضل في اللانيج فيز وفي رونز أفضل في الليت جيم وفي رونز ما يصير لها they don't scale يعني ما يصير لها سكيل كويس في الليت جيم وفونتوب لايف من الرونز هذه يعني في التيم فايت تنفع بس اليمباكت حقها ما هو كبير فتنفع على الأراد تنفع على أبغى وقل ليونة إذا ما تبقى تاخد تمالش تنفع على كل ال-AD على كل ال-Supports اللي هم ال-Utility نامي نامي تسوي ال-E تسوي slow تفيدك Sona تسوي ال-W ولا ال-E تسوي slow تفيدك Suraqa تسوي ال-Q ولا تسوي ال-E تسوي slow ولا stun ولا silence تفيدك فتنفع على كل ال-Supports هدول طبعا لا تنسوا يا شباب دحين عشان ال-Saucerry فاكرين فيها اللي هو summon airy مرة خربانة فكل ال-Poke supports بياخدوا summon airy بس لما summon airy يصير لها nerf يعني الباتشل جاي جاي هنيرف مو طبيعي لما نصير لها nerf هنبدأ نشوف ال-Supports يخشوا في resolve tree ليش لأنه هذا الوضع الطبيعي لهم هذا المفروض يسوه يعني شفنا Sona دحين Sona كم ال-Armor حقها سبعة تمانية تسعة لأنه ما عدت صار في عندها رونزو ماستريز حقها تارمر وصارت روح summon airy وأي أحد أخذ ليون أضربها ضربة انفجر تموت أخش عليها بإزريل أسوي يعني press the attack أسوي التلاتة ثلاثة ضربات حقتي مع Q بعدها أفجرها فالشيء طبيعي إنه تبغى تبني دا لو أنت بزات من أنت كنت ملاحس تبغى تبني resolve بزات لو اللي قدامك poke بزات لو اللي قدامك ناس يسوه دامج مطبيعي عشان ما تنفجر على طول فحاليا عشان سمن ايري خربان عارفين إنه كل الناس بيروحوا سمن ايري بس عامة الوضع الطبيعي نجي هنا فإذا كنت تانكي سبورت زي ليونة زي أليستر ممكن demolish أحسن لو تبغى تشيل تاورز بسرعة وولا font of life أحسن على أساس والله تبغى سستين في اللين إذا كنت يوتوريتي سبورت زي سونا سوراكا وحتى كارما ممكن font of life مرة كويس عليها حتى كارما يصير ناخد font of life عليها بس عامة دمولش الخطة الثالث iron skin mirror shell وconditioning صراحة الخطة هذا مرة لي يعني اللاين هذا مرة لي iron skin يعطيك armor من بداية الجيم خمسة armor mirror skin يعطيك من بداية الجيم خمسة magic resist الconditioning ما يعطيك ولا شيء لهم بعد عشرة دقائق في الجيم بعد عشرة دقائق يعطيك ثمانية armor وتمانية magic resist هنتكلم عليها بعد شوية فالiron skin تاخد armor وبعدين heal effects from consumables and heals from anyone الheal لو اكثر من 20 ثانية heals for at least 20 health and shields increase your armor by 5% for 3 seconds يعني من يوم ما تاخده يجيك 5% armor او يجيك اي heal حتى من الconsumer بول حتى من الportion اللي يجلس اكثر من 20 ثانية ولا jack shield هيجيك armor 5% زيادة يعني لا نفرق بين زائد 5 armor وزائد 5% armor على total ما يفرق بس في كل الحالات لما شفتها هنتكلم عنها بعد شوية للناس اللي يبقوا يجدوا يسووا sustain في اللين مو طبيعي فزي ما قلنا السابورتس حتكون عليهم مرة كويسة لو اخذت iron skin يعني بزات السابورتس اللي هما سكوشي لو قدامك ناس يسووا AD damage تاخد iron skin لو قدامك ناس يسووا AP damage تاخد خمسة magic resist هذول اتنين زي بعض واحدة armor واحدة magic resist تختار اي واحدة منهم heals and shield effects heals حتى from consumables ياش يعني from consumables يعني from potions غير كده الconditioning اذا انت ما انت شايل هاما لانك فيز تبغى تكون كويس في الميد جيم والليت جيم تاخد conditioning لانه تعطيك ثمانية armor وتمانية magic resist انا ننكريز الجو راما magic resist باي 5% اوكي ام الا 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 فيعتمد على game option طبعا اذا انت من الناس اللي تبقى تلعب top زي ما قلنا فاكرين grasp of the undying تفيدك unflinching وال demolish عشان تاخد هذا تاخد iron skill مثلا لو انا بلعب اه انا بغلعب شوغاث ما انه شوغاث من ركوية سمعة انا بغلعب ناسوس ممكن العب بها دول كل ما اسوي grasp of the undying فاكرين grasp of the undying تعطينا ايش تعطينا تقوم تشغل iron skin وتقوم تعطين armor زياد فشايفين كيف تشتغل مع بعض يعني ابغى ابغى سوي وابغى رجع يعني لو واحد ضربني ابغى رجع ما ابغى طلع من الليل سستين ابغى اجلس عايش في الليل قد ما اقدر فضربت واحد رجعت فهادولة الاثنين وحنشوف كمان ابعد شوية اللي هي تشتغل برضو مع iron skill فانت تروح تسوي trade يجيب هيل يقوم هذا يزود لك armor حقك والسستين حقك ف3 عليمة 3 كمية الحاجات اللي تشتغل مع بعض فيها ولو انت تفكر ابداع فجالس ألعب ترندل فوق ولا شوغاث ولا ناسوس ولا شامبيون ابغى سستين بأي طريقة يبغى يجلس عايش وقدامي بوك شامبيون يقرف خدلو grasp خدلو demolish خدلو iron skin خدلو overgrowth ونجلس يا حبيبي فلين ساعة ولا نطلع ولا نتحرك هادي تشغل هادي تشغل هادي هادي تشغل هادي gain additional permanent max health when minions or enemy لا sorry مو overgrowth اللي هو فادي تهيلك تشغل iron skill هادي تهيلك تشغل iron skill فكمية يعني تيش ليه باقول لكم مرة كويسة على 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 gank plank لأنه هذا اللي يحتاجه gank plank gank plank يبغى كده يبغى يعيش في لاني ما يشتري ال trinity force هي ايتم ثانية ولا تالتة ويجلس يجمع gold من الان بكرة ويجلس يجلس في الان ما يموت من الان بكرة وخلصنا والله سميع الدواء في كل حالات فزي ما قلنا iron skill اذا كان لقدامك ايدي تبقى تاخد iron skill اذا كان لقدامك اي بي تاخد مرة لشيرة فلازم تغير بينهم اذا انت ما اهم تبغى 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 انت تنك حق لا تاخد هدول الاتنين الا ما اخد شن ما اخد موكاي ما اخد مش اسمه مالفايت ما اخد ناتلوس احسن كثير ما اخد سبورت زي ليونا سبورت زي ناتلوس برضو سبورت زي بروم احسن ليش لانه ما في دامج عليك مرة كثير ما يهمك مرة كثير وتبغى تكون جاهز على اساس انت تسوي حق تكون تعيش فاختر على حساب فكون عامة زي ما قلنا من احسن الخيارات اللي ممكن تاخد بعد كده عندنا اللاين الاخير اللي هو يعني كل تمانية مينيون يموتوا جنبك يزيد الهلث حقك فاصلة اثنين في المية يعني لو الهلث حقك مية طبعا الف هيزيد اثنين كل تمانية مينيونز فما هو كتير فهذه اوفر جروث عشان تعتمد على الماكس يعني حتى تنفع في الجنج الحبتين لو جلست جنب 300 مينيون هذا الحسب سواها فريق مش انا انا اخذتها من فريق فسوا 300 مينيون جنبك ماتوا وانت الهلث حقك 2000 هيزيد الهلث حقك في نهاية الهلث 150 و ابدا ما هي يوسفل ومر صعب النتيج جنب 300 مينيون فتبغى تستفيد منها الفائدة العظمى لا تأخذها الا على اللي عندهم ماكس هلث مرة عالي اللي عندهم هلث مرة عالي 3000 ونص 4000 وهكذا وطبعا تشتغل اي طريقة وطبعا في سولو كيو عندنا مشكلة تمام يعني دائما نشوف التوبس يموتوا مرة كثير يعني تخرج مد 3 4 مرات وكل مرة تموت تروح عليك مينينين يعني راح عليك ستاكين ولا 3 لما تلعب ياسو تموت 20 مرة مستحيل تاخدها على ياسو لو سمحت لا يشوف ياسو هياخدها ما هتستفيد منها الفائدة العظمى فلا تاخدها الا انت تبغى تجلس تفرم تبغى تجلس وانت تانك من الكبار فاذا كنت من التانك من الكبار إذا ابغى يصير عالي طبعا في كل ما زاد الهلث كل ما زاد الدامج عشان الدامج يصير كتير منهم تنفى معهم الهلث تبغى تزود الهلث حقك احسن واحسن طبعا في حالات احسن زي ما قلنا زي وفي حالات الهلث احسن على هسب طبعا اللي بغى يعيش في اللين ما يهمهم ياخد ايرون سكن وياخد بالرشل اذا اللي بغى يكون تانكي كون بعد كده عندنا ريف احسن هادي 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 اكبر عشرة في بسيطة 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 يعني ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها شي صعب ما نفهمه ما تنفعل الا للشامبيونز اللي سووه هيلو شيل يعني ما حتاخده على تانك حتاخده على فقط عشان كده قلت لكم غريبا يعني بعد ما يصير للرونز كتير من هينقلوا على سواء سواء خط اساسي ولا خط ثانوي في كل الحالات هادي ما حد ياخدها الا او يوتيليتي جانجلز امكان زي ايفرن في الحالة هذي برضو عشان الشيلد اللي يسوي انه ما يسوي ولا حاجة تانية ام تنفع على بروم برضو تنفع على بروم لانه عشان بس المشكلة ما ما يسفيد منها من بروم الا لما تسوي الجمب على فأنا بفضل على بروم يمكن حبتين بس تنفع بعد كده عندنا second wind after taking damage from an enemy champion heal for 4% of your missing health على عشرة ثواني فأ تبغى تسوي تريد انت من ليونا هذي ليونا هذي بروم حتى نفضلها هذي كل التوبس اللي بغوا يسوي تريد روح اضرب واحد ضرب بعد ما ضرب رجع 4% of your missing health زائد 6 على 10 ثواني يعني في العشرة ثواني الجاية انا باقي لي healthy 100 طب انا healthy 1000 باقي 100 انا راح من 900 health 4% من 900 health زائد 6 على 10 ثواني فلما نحط second wind ونحط iron skin والتانية ونحط grasp of the undying كمية السستين اللي هيجيني ما كمية life steal اللي هيجيني ولا health اللي هيجالي ماهو طبيعي كمية الطريق يعني كمية الدورابلتي اللي حجيني ماهي طبيعي ف tree ابداع صراحة والله ما اقدر ما ادري اش اقول لكم يعني tree هذه صراحة من اكتر trees او من اكتر ال paths اللي صراحة عجبتني في لانه يساعدوا بعد بطريقة مرة كبيرة في كل حالات لو انت resolve primary ممكن تاخد طبعا كثير بياخدوا resolve primary inspiration ماهو نتكلم على secondary خطيرة شوية بس عامة الinspiration هيتكلم عنها في يوم اخر ان كان تاخد بسكت اذا كان utility ان كان تاخد مانيب و perfect timing حتكون بسكت وحيكون عندك no magical footwear وال cosmic insight usually ثلاثة اربعة supports بياخدوا resolve و inspiration secondary اللي هما تانكي supports مرة قليل مرة قليل مرة قليل شفتهم ياخدوا اي شي related ل domination مافي sorcery بعضهم لو عنده مانا related issues مايباي لعب قلنا ماحد ياخد transcendence على support ممكن برضو و ما ممكن gathering storm ولا scorch بس في كل حالات overall التري هادي زي ما قلنا يا شباب من من اعظم التري اللي صراحة شفتها الى الان و اتمنى اقدر اشوفها تتلاعب كثير ونشوفها مع الناس انشاء الله مع الباتش الجاي ولا اللي بعده ونشوف كيف يكون اداءها بس خطيرة بس الحين التانكس هيساو دامج مرة كثير الحين هيعيش مرة كثير الحين 3-4 تانكس هيكين عندهم مرة كويس هذا معناه انت كدامج لازم تحسب حساب الكلام هذا انا لازم اجيب مبدري عشان اقلل الهيل زاللي يسوها الناس هذي انا ايش اللي تساعدني اقلل للهيل عشان نكتله عشان ما نخليه يوصل للأوبتيم سادر هذا شكرا الحال وكده اظن خلصت شرح الريزولف في شي جاف بالي لا ما فيه ضروري خلصت الريزولف وبكده انا اظن نرجع ثاني يقول خلصنا شرح الريزولف الله يؤت اكم الصحة والعافية يا شباب اذا عجبك الفيديو سوي سبسكرايب في يوتيوب سوي لي فول في تويتش و بليز شير الفيديو هذا لناسك وصحابك لا تنسى ان انا سوي بث يومي معدى يوم السبت في يوتيوب وفي تويتش في 11 مسائل حاليا في اليوم هذه بس في كل حالات يعني الايام تختلف شغل اشعر عشان تشوف ها والله ادتوكم السحر وعافية ونشوف كم ان شاء الله في الفيديو القادم قريبا السلام وليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة